السلام عليكم ورحمة الله نتابع اليوم مع طلاب صف السابع طبعا طلاب نحن كان درسنا الماضي بيحكي عن الوراثة ومفهوم الوراثة بشكل عام وحكينا المورثات والصفات والتجارب مثلا اللي عملها مندل وهمنا شو هي الصفات اللي عم نحكي عنا بتتورت واللي هي الصفات الشكلية اللي نحن ممنح سنتحكم فيها طبعا عرفنا انه جينات هي المسؤولة عن الموضوع وحمل الصفات من جيل لجيل وعرفنا انه هذه الصفات ممكن تظهر بجيل وترجع تختفي بجيل وترجع تظهر بجيل تاني وهذا الشيء مختلف يعني حسب الصفات وكل صفات هلأ درسنا التاني واللي هو بيحكي لك عن الكروموسومات ودورها في الوراثة طبعا الكروموسومات نحن وين تعرفنا عليها؟ تعرفنا عليها في تركيب الخلية مام؟ نزل نذكر حكينا الخلايا في أصغر وحدات بنائية ووظيفية في جسم الإنسان تمام؟ وحكينا نحن لما منقسام الخلايا عن الكروموسومات أساسا مين موجودة؟ داخل النواة داخل الخلية الواحدة إذن أي خلية موجودة بقلب النواة كل الخلايا بقلب النواة داخل هاي النواة في الكروموسومات تمام؟ طيب هلأ نحن هون الكروموسومات وشو شغلتها هلأ نحن في بعضكم هلأ بمكن إليه الساد ليش مو بقلب الداخل النواة داخل الخلايا في الدي انا طبعا هي الدي انا شرائط الدي انا مع بعض البعض وتجموعة مع بعض البعض شو عملت شكل هذا اللي هو كله الكروموسوم الكروموسوم نفسه هو مقوم مجموعة ضخمة من شرائط او شرائط الدي انا طبعا الشكل الكروموسوم متل ما انا شايفين يشو به شكل حرف اكس هذا الشكل مثلا هذا حرف الاكس الواحد ما هو مقوم خطين الخط الواحد شو اسمه ؟ كروماتيد تمام اذا كان هذا كروماتيد وهذا كروماتيد مع بعض صار كروموسوم طيب لن تعرف عليهم شو النام وشو وظيفتون وشو دخلون بالوراسة مما يتركب الكروموسوم طيب درست بlusعت نقلا なخلية ودركبها وعربت بأن الكروموسومات هي العضيات التي تحتوي على المادة الوراثية اذا العضيات التي تحتوي على المادة الوراثية إذا من هنا نحن نركز تحتوي على المادة الوراثية ونحن نحكي أساساً عن الوراثة نحن نتركب الكروموسوم وندوره في انتقال استقالة الوراثية تعريفاً الكروموسوم تركيب متطاول بشكل حرف X يتكون من ذراعين يسمى كل ذراع منهم الكروماتيد ويرتبط الكروماتيدان مع بعضهما بواسطة تركيب مركزي دائري الشكل يسمى الجزء المركزي إذن ما تعريفه الجزء المركزي تركيب مركزي دائري الشكل يعمل على ربط الكروماتيدات بعضها بحيث يشكله الكروموسوم طبعاً نهاية وتسمى نهاية طرفي كل الكروماتيد بالجسم الطرفي يعني هاي النهاية هون هون جسم طرفي هاي جسم طرفي هاي جسم طرفي هاي جسم طرفي كله هذا اسمه كروماتيد كل هذا اسمه كروماتيد البنص دائما هو الجزء المركزي فنشوفوا هذا الشعفة صغيرة هيك هي هاي شريط من شرائط ال-DNA إذن نحن نرجع لهون دي كروموسومات إنها موجودة داخل النواة هي اللي بتحمل شو بتحمل أو بتحتوي على المادة البراثية مهام؟ هو الكروموسوم نفسه التركيب منتطاول شكله بشبه حرف ال-X مقوم من ذراعين كل ذراع اسمه كروماتيد برتبطه مع بعض من نص بواسطة تركيب مركزي دائري شكل اسمه جزء المركزي وطبعا أطرافهم اسمه الجسم الطرفي إنه ناخد من الطرف هلأ تحتوي كل خلية جسمية في جسم النسان على 23 زوجا من الكروموسومات أي 46 كروموسوما مفردا تمام إذن 23 زوج يعني 23 ضربة ناس 46 إذن عدد الكروموسومات في جسم الإنسان قده 6 و 40 الكروموسوم يعني عدد الأشكال بحرف ال-X وليس الكروماتيدات نركز هنا نقطة إذن فينا نحبر عنها 23 زوج أو 46 واللي أسهل يعني هو 6 و 40 وتتباينه الكائنات الحية ركزهون نحن نحكي عن مين عند الإنسانة يعني هذا داخل كل خلية يعني مثلا خلية الجلد بألبس 40 كروموسوم طيب خلية المعدة نفس الشي خلية الأمع نفس الشي خلية العضلات نفس الشي خلية العصبية نفس الشي الخلايا بالعيون نفس الشي أي خلايا الخلايا العظام نفس الشي كل خلايا جسم الإنسان بألبة نفس عدد الكروموسومات ونفس الكروموسومات كل الخلايا بألبة نفس العدد ونفس النوع ونفس الشكل ما بيختلفوا عن بعض أبدا مهام وهدول لما أخذناه نحن أخذناه بالانقسام ماذا الشو المباشر أما الانقسام لما مذكر مع بعض أخذنا الانقسام الاختزالي فهو شو نص هدول الستواربين تمام هلا بنجي عليها شوي تاني هلا بس من نركز أنه هذا عند الانسان ستواربين أما باقي الكائنات الحية في اختلاف يعني مش رط يكونوا ستواربين طيب هلا أعمل لك تتباين يعني تختلف الكائنات الحية في عدد الكروموسومات التي تحتويها حيث تمتلك بعض أنواع الفراشات 380 كروموسوم 380 كروموسوم أكتر من البشر وهي فراشة ما بتجي حجمها الأدء طبعا لأنه ما دخل عدد الكروموسومات في فكرة التطور البشري أو كبار الحجم أو مثلا الأعضاء أو شي الكروموسومات إلا مهمة تختلف عددها من كائن لكائن تاني طبعا هنا أمين لك مثلا أما الفيل شوف الفيل كم عملاقه وكبير 56 كروموسوم تمام هلا هون بنجي لنقطة أما الخلايا الجنسية فتحتوي على زوج واحد فقط مسؤول عن تحديد الجنس فيسمى كروموسوم X عند الإناث وكروموسوم Y عند الذكور بمعنى اللي بتحتوي على تحديد الجنس يعني هون هايا لهذا المولود هل هو مثلا صبي أو بنت ذكر أو أنثى ففيه كروموسوم هو اللي بيحدد هالموضورة تمام فX عند الإناث كروموسوم Y عند الذكور طبعا هذا الرمز تسمية علمية يعني أنه هذا العلماء بيبين معهم بس هون شو نحن نحن نحكي الخلايا التكاثرية تمام الخلايا الجنسية اللي بيكون زوج واحد فقط واللي قلنا هاي تنتج عن الإنقسام الإختزالي وبيطلع فيها نص عدد الكروموسومات طبعا نحن قالنا العدد الكروموسومات 46 نص يعني 23 تمام يعني فين يقول تحتوي على 23 شو كروموسوم وليس زوج هاي شو هي إختزالي طيب اعتبار فيها النص تمام فإذا هيكون فيها هذا الكروموسوم واحد أو هات لما بتكتمل وبتحصل عملية مثلا الإلقاح فهم بصيروا 46 كروموسوم طبعا هي فكرة مشان شو نقل الصفات من الآباء إلى الأبناء طيب هل سيظهر تنوع أكثر في صفات الإنسان لو امطلق خمسمائة زوج من الكروموسومات بدلا من 23 زوج لا ليس شرطا لا ما دخل لأنه هون نحن عم نحكي على عدد الكروموسومات وليس والكروموسومات هي مكونة من DNA والDNA هنه شرائق لولبية ملتفحة أو البعضة هلأ داخل الDNA تراكيب وأجزاء من الDNA تسمى الجينات هي اللي بتكون مسؤولة عن الصفات فلا يعني أنه وجود عدد كروموسومات زيادة لا تحمل صفات زيادة لا هذا ليس بشرط أبدا ما إذن ملجين هلأ بنجي لهون لمفهوم الجين عرفت بأن الكروموسوم مكون من جزئين أساسيين يسمى كل منهما الكروماتيت مما يتكون الكروماتيت هلأ نشوف واحد هلأ أنا مو عندي هون خطيين كروموسوم هلأ بأخذ واحد منهم والهو الكروماتيت شو بعد دراسة الكروموسوم تحت المجهر الإلكتروني ها بس المجهر الضوئي لا المجهر الضوئي ما بيشوف هالشغلات قدر التكبير ومتوصل لهم وجد بأن كل كروماتيت منه يتكون من خيوط حلزونية ملتفة على نفسها تمثل هذه الخيوط الحلزونية الحامض النووي تمام إذن اللي قلنا الكروموسوم هو 2 كروماتيت كل كروماتيت مقوم بالنهاية من هاي الخيوط الحلزونية الملتفة على نفسها واللي هي ما شو اسمها ال-DNA طيب الآن توجد على نفس خيط ال-DNA واللي هي خيوط كمية كبيرة يعني مو خيط واحد عامل كروماتيت كمية ضخمة عامل الموجودة على داخل الكروماتيت هلأ خيط الواحد لديه أن هي أجزاء صغيرة تسمى الجينات أو المورثات طبعا قبل شوية حكيناها إذن على شريط ال-DNA نفسه في أجزاء هي الجينات أو المورثات ويحتوي كل كروموسوم معادل من 100 ألف ل 60 ألف جين نشوف نحن 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 نحكي على رقب ضخم وكل جين مسؤول عن صفة ويتكون جين هلأ من نجي لهون أصغر إذن نشوفوا معي بلشنا كروموسوم كروماتيد DNA بعد ال-DNA مقوم من شو من الجينات هلأ كل جين من جزئات أصغر تسمى نيكلوتيدات تمام إذن نرجع من أيد أضخم شيء هو الخلية داخل الخلية في النواة تدخل النواة الكروموسومات الكروموسومات أجزاء كروماتيد الكروماتيد يتكون من DNA عشرة طويلة وملفوفة هلأ هاي الأشريطة أجزاء هي الجينات الجينات نفسة مكونة من النواة هذا الترتيب من الصغير إلى الكبير ومن الكبير إلى الصغير مطلوب طلب يعني بدي أشوف كل واحد منكم عملي مخطط ويبعث لنا ولكل صفة من الصفات الوراغية للكائن لحيث زوج من الجينات تكون مسؤولة عن ظهور تلك الصفة من عدمها مهام إذن زوج من الجينات تكون مسؤولة عن تلك الصفة من عدمها طبعا هون أقول لك أول مرة لحظوا كروموسومات خلايا النباتية قبل العالم كارن ويليام والهم شو هون أشكال معين لكروموسومات شو شو أشكال مختلفة وأطوال مختلفة ما هون هي هون شو شو يعني مثلا هذا محرف X ألا نحن أقلنا X وإنما قريب لحرف X يعني إذا عملنا هيك وهيك طيب هاي حرف X يعني مشابه لأ طيب حاليا نحن لعن شي اسمه DNA طبعا يعني هون تبقي بالفترة شوية لازم يكون يعني هاي قبل هاي بأي تبقي DNA أكبر من الجينات طيب ها نتابع الحماض النووية مركبات كيميائية هلأ تعريفا هون ركز مركبات كيميائية تتكون من البروتينات توجد داخل خلايا الكائنات الحية تمام إذن الحماض النووية والحمض الريبي النوو منقوص للروجين له الاسم الكامل مركبات كيميائية تتكون من البروتينات توجد داخل خلايا الكائنات الحية تمام ما هذا نعرفه ومن الأمثلة على الأحماض والحامض النووي الوراثي DNA الذي يعاد من المتطلبات الأساسية لإستمرار الحياة وتنوعها على الأرض تمام؟ ويتكون الـ DNA نفسه من سلسلة طويلة من النيكلوتيدات طيب شوفوا لأننا حكينا هذا شو تنشيط حلزوني DNA تمام؟ قلنا أجزاء منه هاي شو تسمى جين تمام؟ الآن الجين الواحد مثلا هاي جين هاي جين كذلك وقلنا الجين الواحد مكون من النيكلوتيدات تمام؟ فإذن كل الـ DNA من شو مكون؟ مين؟ نيكل مجموعة من ضخمة من النيكلوتيدات إذن نتقاب فينا يعني مثلا نشبهها أنه غرفة مكونة من مجموعة من الطوبة تمام؟ مجموعة مثلا من الطوبة وبعض بعضها ستكون لحائط ومجموعة من الحيطان من الغرفة فالغرفة كلها من هاي مكونة من مجموعة من هذه الطوبة المكونة للغرفة إذن تكون الـ DNA من سلسلة طويلة من النيكلوتيدات تكون ملتفة على نفسها بشكل يشبه الحلزون المزدوج تمام؟ يعني السلسلم من هون خط ومن هون خط الـ DNA بيكون تمام؟ هون شوفوا هاي وهاي هاي هاي هاك وهي هدول شو هنه؟ كل خط من هاي نيكلوتيدات تمام؟ هاي الوحدة منه آآ موحدة منه نيكلوتيدات هذا كله دي أنا ديعني شريط مزدوج وشكله حلزوني إذن مزدوج وطاطا بتسلسلتها مع بعض بواسطة أواصر كيميائية ويتكون كل نيكلوتيد شوفوا هلأ وصلنا للنيكلوتيد نفسه اللي هو أصغر شيء مكون بالـ DNA يترى نفسه هذا النيكلوتيد من شو مكون؟ هنه جزيئة سكر أو يطلق عليها كربون تمام؟ لأنه السكر الأساسي المكون تبعه هو الكربون مجموعة من جزئات الفوسفات تمام؟ ومراكبات نيتروجينية تمام؟ ولتسمى أيضا قواعد النيتروجينية والتي هي أربع أنواع إذن شوفوا عند الفوسفات والكربون ثابتين تمام؟ دائما نفسهم ما بيتغيروه أما المراكبات النيتروجية والقواعد النيتروجينية هي أربع أنواع واللي هنه شايفي أهلا أشوفوا معي هذا الشريط الملفوف هذا شقفين من الـ DNA تمام؟ لحظوا الشريطين مقابل بعض هلأ هاي الشقف الوحدة شو هي؟ هدول هنه شو؟ النيكلوتيدات طبعا النيكلوتيدات عمليا باعتبار مكوني من ثلاث أجزاء جزئين متشابهين وجزئ مختلف فكل أنواع النيكلوتيدات ترجع لحسب أنواع طواعد النيتروجينية يعني عندي أربع أنواع من النيكلوتيدات تمام؟ أنتو هلأ مو ذاكري لكم إياها بالمراحل المتقدمة إن شاء الله من الدراسة رحنا نتعرف عليها السيتوزين والكوانين والأدينين وطبعا السافي عندنا شيء غير الـ DNA اسمه الـ RNA هذا بيكون إن شاء الله بمراحل عمرية متقدمة بتعرفوا شو الفرق بيننا ونطلبهم أسئلة بدي يعني طبعا مطلوبة ونركز عليها تمام؟ تبعتونا إياها بمحل كامل إذن هون هاد الدرس بدنا نركز عليه لأنه يعني نشوف الترتيب تبعه إذن شو؟ نرجع الإنسان أو الكائن الحي مقوّن من خلايا الخلية ماشي؟ هاي شو؟ خلية تمام؟ الخلية داخلها في نواة ما؟ وداخل النواة نفسها شو بقلبها؟ كروموسوم الكروموسوم نفسه مقوّن من إيش؟ من كروموتيد الكروموتيد نفسه مكوّن من سلاسل من الدي ان اي الدي ان اي نفسه مكوّن من إيمان مورّثات أو جين تمام؟ والجين مكوّن من إيش؟ من الكروموتيد ما هو مكون الكروماتيد الواحد؟ هذه هي جزئة سكر مجموعة من جزئات الفوسفات ومركبات نيتروجينية المركبات نيتروجينية هي أربع أنواع فبالتالي نيكلوتيدات أربع أنواع اللي ممكن نحب أن يحصل على العلامة أنه يكتب لي ما هي أنواع النيكلوتيدات بالنسبة لجسم الإسان فبالتالي نيكلوتيدات وكل نيكلوتيد يرتبط من نيكلوتيد الثاني دائماً مرتبط في نفسه طبعاً هذه هي نشاط الزيادة بالنسبة له نحن العلاقة بين الكروموسومات والحامض النووي يعني سؤال سخيف يعتبر الحامض النووي هو الذي يكون الكروموسومات لا لأنه ما هو مكون الكروموسومات مجموعة من الحامض النووي الملتفى على بعضها والبعض هلأ هون هذا سؤال حلو مراكز عليه يعمل لك القدمة يفكرون أن الدم هو اللي ينتقل طيب شو التفسير اللي أدى مع علماء البراثة انتقال الصفات البراثية تمام؟ لماذا تتباين الكائنات الحية في عدد الكروموسومات التي تملكها؟ لماذا تتباين؟ لماذا تختلف؟ مما يتكون الكروموسوم ما الحامض النووي الوراثي والموقع في الخلية؟ ما المقصود بالجين؟ السئلة هاي كلها بنركز عليها هل توجد العلاقة بين حجم الكائن الحية بعد الكروموسومات؟ تمام؟ ما تتغير الذي سيطر على الملواته؟ لو أن التركيب الدنيا يكتشفها في العام 2000 بدلاً من 1950 يعني تناول البروتينات مهماً جداً كونها تدخل في بناء الخلية عز وزاد محوم خلال ما تعلمتم من هذا الدرس لماذا البروتينات هم مهمة؟ وشو السباب؟ يعني تم الكلام عنه إلى هنا انتهى الدرس أي استفسار بالله اتمنى تفاجعونا على المجموع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته